تفرز المرارة العصارة الصفراء التي تعمل على هضم الدهون وعند تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمهدرجة منها ممكن يزيد العباء على العصارات الصفراء في هضم هذه الدهون مما يعرضنا ببعض الأوهات للإصابة بالخطر وخطر الإصابة بالتهاب المرارة طبعا في أغذية محرضة لالتهاب المرارة وأيضا في نظام غذاء يفترض يمشوا على الأشخاص الذين يضطروا الاستقصال المرارة اليوم اختصاصية التغذية داليا حسامو معنا بالستيديو لحتى تجاوبنا عن كل الأسئلة المتعلقة بكل هذا الاختصاص أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة لليوم بالفداية إذا بدنا نقول موضوع المرارة حديث مطول دائما الأشخاص بربطوا بزيارة الضغط على اليوم اليوم مدى تأثير المرارة على حياة الإنسان صحيا إذا بدنا نقول إحنا بنمط غذاءنا أكيد هو يتكون من البروتينات من النشويات من الدهون فالدهون هي مكون أساسي بغذاءنا والمرارة هلأ بس رح نعطي تعريف صغير وين موجودة وهي من شو بتتكون وشو وظائفها وتأثيرها على جسم الإنسان هي عبارة عن كيس صغير موجود تحت الكبد بالقسم الأيمن من البطن تمام؟ هي بتخزن فيها العصارة الصفراوية نحنا ماسميه السائل الأصفر مسمى الصفراء الباي فهو يتم إنتاج هذا السائل من الكبد بيتخزن بالعصارة الصفراوية لحتى الشخص يتناول مواد الدسمة بينتقل الكبد وبعدها بيروحها الأمعاء الدقيقة لحتى يحول المواد الدسمة لقطيرات صغيرة بيصير سهل امتصاصة بالجسم يعني بتصير أسهل للامتصاص وتأثير الأنزيمات عليها بيكون أقوى وبالتالي تأثير الأغذية أو التغذية على المرارة كيف بيكون؟ في أشخاص كتأثير التغذية ممكن يصير عندهم التهاب بالمرارة وممكن يصير عندهم حصوات بالمرارة من أهم الأسباب زيادة الوزن الأشخاص اللي عندهم دائما أوفر ويت أو بدانة بيصير عندهم أوفر لود يعني زيادة تعبق على هذا السائل الموجود ما عم بيقدر يستوعب كمية الدهون الشخص اللي عم بيتناولها لهيك فهون بيصير عندهم ضغط على المرارة الأشخاص اللي عندهم سكري نمط أول أو تاني كمان هني لازم دائما يضبطوا معدلات السكر بالجسم لأنه نحنا كل شي بجسمنا فائد عن حاجة الجسم بيتحول لتريغلس سراي ولدهون يعني بالتصريف بالجسم كل شي بيتخزن لتريغلس سراي بالكبد لهيك فدائما المرارة هي عملة مرتبط مع الكبد فلهيك الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن مفروض دائما يعملوا كونترول يلعبوا رياضة ينتبهوا كتير على كمية الأطعمة اللي بتحتوي على كولسترول هلأ رح نذكر بالتفصيل شو هي الأطعمة اللي نحنا فينا نخفض مستويات الكولسترول نحنا ما نسميها الأغذية الوظيفية وفيه منها بترفع وكمان الرياضة هي كتير شيء أساسي بنمط حياتنا نحنا لحتى نقدر نضبط كل معدلات الدهون والشحوم بأجسامنا تماما تماما اليوم إذا بنا نحكي عن الأغذية المسببة للحصيات اليوم ضمن المرارة فيه أغذية معينة ممكن تكون سبب رئيسي لتشكل هذه الحصيات عنا أهم الشيء الأطعمة اللي بتحتوي على زيود بنسبة عالي المقالي مثلا دهون المشبعة مثل السمن النباتية أو مثلا الزبدة كمان المصنعة مثلا في عنا كل شيء بيحتوي على دسم بنسبة عالي مثلا دائما نحاول نركز على الحليب المنخفض الدسم كل شيء بيحتوي على مواد دسمة بنسبة عالي بيصير أكثر الأشخاص عرضة لتشكل الحصيات والأشخاص كمان اللي بيتبعوا ريجيمات آسي كتير كمان هاي منخفضات الدهون فبيصير هاي العصارة بتتكون المواد اللي فيها لحصيات وهي الحصيات آثارة سلبية على الجسم كيف بتكون يعني هل هي بتعرقل تحليل الدهون داخل المرارة أكيد هذا الشيء بتعمل بتعمل تعطيل وهي من أول الأعراض اللي بتظهر أنه بيحس الشخص بألم غير محمول بيحس بغسيان بتقيق بيحس حاله مزعوج وممكن أحيانا توصل لكريزات ونضطر فورا نحول المريض لعملية إسعافية طبعا وجود الحصيات شونه على الألم اللي ممكن يحس فيه المريض لأنه في أشخاص عندهم حصيات ولكن ما عندهم شعور بالألم وبالتالي هنا مادر يوفي إلا صدفة تمام هو حسب الشخص يعني بتفرق من شخص لشخص حسب حساسيته للألم وحسب حجم الحصيات تمام فيه حصيات بتجي صغيرة ممكن ما يحس فيها وفيه أحيانا النوع من الحصيات هو اللي بعرق العملية الهضم اللي بتجي على البواب بين الكبد والصفراء فهي بتعيق الإفراز المادة الصفراء حتى تنتقل على الكبد فهون بيصير عنها مشكلة فهون الشخص بيطلع هيك أنه أنا جسمي ما عم بيمتص أنا عم بسمن أنه ليش فيه مشكلة هون ممكن تؤدي لبدانة يعني وجود الحصيات أكيد لأنه هي مادة الصفراء هي مسؤولة عن استحلاب الدسم عن هضم المواد الدسم فلما المواد الدسم ما عم تنهو ديم عم تصير فيه فائد بالجسم تماما دكتورة اليوم إذا بدنا نحكي حكينا عن أغذية ممكن سبب هذه الحصيات ولكن بالمقابل في أغذية ممكن تكون معيقة لعمل العصارات الصفراء إذا بدنا نقول ممكن تخفف من حالة هضمة للدسم والدهون بشكل عام معيقة أو لأصدك النظام الغذائي لحال كانت هذه الأغذية عم ناخدها كنظام غذائي ممكن يكون بعض الأغذية عم تعيق العمل ما عم تخليها تشتغل وظيفتها بشكل صحيح تماما تماما لعنا بالمرتبة الأولى الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الكلسترول لأنه يصبح ضغط زيادة عليها مثل مثلا الشيبسات الأشطل الكريمة المرتفعة مثلا الأطعمة المرتفعة بالدسم ممكن نصنف في البزر أو المكسرات اللي ممكن دائما نحن بالشطوية بنحطها على أعداتنا وصهراتنا كمان مثل البزر أو المكسرات المحمصة يعني بنسبة قليلة ممكن بس ما بتأثر كتير عليهم بنسبة قليلة تماما وبالنسبة لكيفية الحصول على الدهون الصحية يعني منلاحظ ما فيه أشخاص كتير بيقول لك أنا أكلي صحي إلى حد ما وبحاول دور على الأكل يلي مصادر الدهون تبعي تكون طبيعية تماما أكيد مثل ما حكيتي مجدولين جسمنا بحاجة لدهون بس نحنا دائما لازم نختار الدهون الصحية مثل ما عم تحكي أكتر شي موجود بالأوميغا الثلاثة الأوميغا الثلاثة هي من أعلى المصادر لإلا نحنا ما دائما فينا نأمن المكسرات بشكل يومي فعننا مصدر كتير مهم هو بزر الكتان كتير موجود الأوميغا الثلاثة بنسبة عالي هو يعتبر دهون صحية مكسرات عنا بزر الكتان البقلة كمان فيها بنسبة بسيطة أوميغا الثلاثة السمك كمان كتير هو يعتبر خيار جيد لأوميغا الثلاثة اللي هي سورس للدهون الصحية أهم بدي أسألك على نقطة مهمة يمكن بيتخذوها أهل سوريا وكيد زيت الزيتون كمان تماما بدي لك على زيت الزيتون في أشخاص يستعيدوا عن السمنة بالدهنة تماما فالدهنة هي شي صحي كمان الدهنة الحيوانية صحية تماما الدهنة الحيوانية فيهم يتبخوا فيها وهي صحية فيهم يتبخوا فيها تماما وبالنسبة لمرضى المرارة الزيوت النباتية هي خالية من الكوليسترول تماما فكمان فيهم يلجأوا لها إن كان زيت الزيتون أو الزيت الأبيض. تماما. بس دائما بدنا ننوح على فكرة نتقيد بالكمية. الكمية هي الأساس. نحن فينا نأخذ من كل شي بس بكميات. تماما. الحديث عن الكولسترول يعني ذكرنا ضمن الأغذية وضمن حديث موضوع الكولسترول. تماما. في عنا جانب الكولسترول إيجابي والسلبي. تماما. تعطينا معلومات عن هذا الموضوع. تخبرينا كيف نقدر تحكم بالكولسترول تماما. نحن مثل ما حكيت بشار. نحن عننا الكولسترول الإيجابي والكولسترول السلبي. الكولسترول الإيجابي لما بيكون موجود بنسبة عالة بالجسم يعني الأمور تمام. ما في عنا مشكلة. الحد فوق الستين هو تمام. ما في مشكلة. الكولسترول السيء نحن نسميه LDL. Low Density Lipoprotein. هيك المصطلح العلمي تبعه. النسبة الطبيعية لقلهم من الثلاثين للميت ميلي جرام. إذا ارتفعت عن هذا الحد فهون في مشكلة. بيصير في عنا الشخص أكثر عضل إصابة بالجلطات ومسلا ممكن السكتات لأنه بيأثر على الشرايين بيصير في بديء الشريام. فبيصير صعب مجرى الدم. طبعا كيف بيرتفع هذا الكولسترول عن طريق. في شيء بيصنع الجسم. الكولسترول بيصنع أجسامنا. وفي شيء مناخده من الغذاء. طبعا في كتير دائما بيسألونا وهيك دائما. أنه شو وضع البيض تمام. هلأ البيض هو مفيد أكيد. وأنا ما رح أقول له لأي شخص لا تأكل بي. بس بكميات معتدلة. خصوصا للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمرارة. لأنه مثل ما حكينا هي مسؤولة عن استحلاب الدسم. والكولسترول هو عبارة عن دسم. فلهيك نحن لازم نكون ضابطين معدل إدخال الدسم لأجسامنا والكولسترول. فالصفار البيض هو كتير مفيد طبعا شيء أكيد. بس نحن بدنا نضبط الكمية. يعني ثلاث بيضات بالأسبوع كحد أعلى للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمرارة. دائما يعني عم بيكونوا عم بيتبعوا نظام غذائي مكمل لنشاط الرياضي. اللي عم يعملوا بناء أجسام. كيف نظام الغذائي. إذا ما عندهم مشاكل بالمرارة. بس كمان كمان في نصيحة كتير منيحة. وأنا دائما يعني وقت بعمل مثلا سيستم للرياضيين نحن مشان الدهون نحن مكون عم نضبط نسبة الدهون. هو بدي ينشف الرياضي. فنحن لا منقله خد بيض مع صفار واحد. مثلا يعني مثلا أربع بياضات مع صفار فهيك هو عمل بلانس. تماما ونفس الوقت هو عم بيلعب رياضي فهو عم بحرق. ما مثل شخص خامل ما عم بيتحرك. فهذا الشي كله عم بيعمل عنده ترسبات بجسمه. كيف هن بدنا نحرق الكولسترولي اللي سأل عم بشار قبل شوي. كيف نضبط السلبي والإيجابي. حسب نمط الغذاء. نحن دائما نتوجه بغذاءنا كل شي مثلا فينا نقول في فري فات أو مثلا ميديون فات. دائما نحاول نتوجه للشغلات القليلة الدسم. حتى لو ما في عنا مشاكل. كنوع من الوقاية نحن. تماما. تماما. اليوم لأيحد ممكن يضطر الشخص لتبديل نمط حياته. اليوم دائما نحن بالحياة نمشي بنمط حياة معين. وخاصة عن موضوع الغذاء. في حال تشكل حصيات كبيرة ضمن المرارة. اليوم قدش أنا قادر أن يغير نمط حياتي بما خص الغذاء والأغذية. في حال تشكل حصيات بشار نحن مفروض نتبع برنامج منخفض بالدهون وعالي بالألياف. تمام. عالي بالألياف النباتية. مثلا نركز أكتر شي على الخضار والفواكه. طبعا في حالات إذا الحصيات حجمة كتير كبير. ممكن نضطر أنه نحن نعمل لها تنظير مثلا أو ممكن نضطر أنه نحن نستقصل المرارة. بس نحن بدنا نظل مستمرين ببرنامج منخفض الدهون ومنخفض السكريات المصنعة والسكريات مصنعة فينا نمنعها بشكل كامل. لأنها تتحول لشحوم سلاسي. لا يتمد على المصادر الطبيعية. تماما على الخضار والفواكه. كمان الفواكه تكون قليلة السكريات. قد ما فينا نركز على الخبز الأسمر. كل شيء أمحا كامل. لأنه دائما الألياف تنتص الدهون. لهيك نحن دائما فينا نسيطر على معدلات الكوليسترول والدهون والشحوم السلاسي بالجسم. اليوم موضوع استقصال المرارة. يتطلب إجراءات الغذائية جديدة. نمط غذائي جديد. شو بيترتب علينا في هذه المرحلة ما بعد الاستقصال؟ تمام. أهم الشيء مبعد عن المواد الدسمة بشكل كامل. المقالي. السمنة النباتية. الكيك. البسكويت. مثلا كل شيء دسم. سكريات بنسبة عالية. ثلاث ساعة أزبدا. تماما. تماما. لأنه هو شخص ما عاد يقدر يهدم الدسم. كمان الزيت بدنا ننتبه عليه لما نضيفه للطبخ يكون بكمية كتير مدروسة وكتير قليلة. هلأ في أحيانا مثلا دكات را ممكن بيعطوا شيء معود لعمل الصفراء. فهون شوي المريض بيرتاح. بس بنفس الوقت نازم نحن يكون لدينا برنامج غزائي منخفض الدهون بنسبة عالي كتير. وإذا كان فيه دهون تكون مثل ما حكينا من المصادر الدهون الصحية. تماما. طب بحياتنا الطبيعية نحن ما نحاول ندور على البدائل لنحاول قدر الإمكان نعمل حياتنا صحية. تماما. شو هي البدائل يلي لازم من كل بده تفوت على حياة الشخص مريض المرارة أو مستقصل المرارة؟ تمام. هلأ مثلا بدائل على أي منحة أصدقائية؟ يعني مثلا كسكريات. أنا شو البدائل اللي ممكن أخذها عن السكريات المصنعة؟ طبعا. السكريات نحن نتوجه دائما لسكريات المعقدة. يعني مثلا بدل الخبز الأبيض نروح نحن على الخبز الأسمر. مثلا بدل ما ناخد اشتهينا حلو. بدل ما نروح ناكل عجبة حلو. نتوجه للفواكي. نحن نستطيع ناخد السكر من مصدر طبيعي مثلا مثل التمر. بس طبعا كل شي بكميات معتدلة. الزبيب يعطيني حاجتي من السكر. وبنفس الوقت هو سكر طبيعي. يعني سهل هضمه. ما رح يعطي ما رح يعزب الجسم لحتى ينهضم. خصوصا للأشخاص اللي عندن مشاكل. الدهون المشوع قد ما فينا السمنة النباتية ما نفوتها على بيتنا. أبدا. نهائيا. وطبع يمكن هذا من الأخطاء اللي أغلب العائلات السورية بترتكوا أنه بتكون ميالة للسمنة النباتية. إنه أخذ بنكنكها على الأكل. هني أنه متعودين عليها. يعني نوع من العادي. فنحن دائما نحاول نفهمهم أنه لا. الزيت زيوت النباتية أو زيت الزيتون هو خيار أفضل للكون. أو السمن الحيواني. أو السمن الحيواني. ولكن كمان بكميات محتجيلة. لكن دائما نركز على الكمية لأنه ما نكتر. يعني ما لاحد أنه ما الطبخة تصير عم تلمع. تصير زيت يعني تصير كلها زيت تقريبا. تماما. تكون كمية لي لي بس لنكهة. صحيح. ذكرنا موضوع البداني وارتباط وجود الحصيات لتشكل البداني. اليوم بعد الاستقصال. هل يمكن استعادة الوزن الطبيعي للمريض؟ ممكن يأثر استقصال المرارة على خسارة الوزن بالمقابل. نتيجة تزيادة اللي كانت موجودة. أظنك أنه في أشخاص ممكن يصير عندهم انخفاض بالوزن؟ لا. نحن ذكرنا أنه ممكن تشكل الحصيات. أكيد هذا الشي بيأثر. أكيد بيأثر اليوم لأنه هني عم بيساعدهم أنهم يستحلبوا أو يستقلبوا المواد الدسمة. فرح يصير فيه خلل بعملية الاستقلاب. بس نحن لما بنتبع برنامج منخفض السعرات الحرارية. عم بيعطي حاجة للإنسان من الحريرات لأجسامنا. فلهيك هو بيقدر يضبط. بيقدر يعمل كنترول. لأنه الشخص الطبيعي فيه يأخذ حريراته من كل الأغذية وبشكل مضبوط ويعمل كنترول على وزنه. تماما. كنمط حيات. مثلا الساعات المناسبة للرياضة كدقائق. قداش مثلا أنا ممكن ألعب الرياضة لحتى أنا أنفع جسمي بالحالة العامة وحالة المرارة بشكل خاص. تماما. هلأ أفضل وقت لممارسة الرياضة حتى نحن نقدر ناخد الدهون من المخزن نحن نسميه صباحا. لأنه بيكون الجسم بحالة صيام. فهو هيك عم بيتوجه لأنه يأخذ الطاقة من الدهون. فهيك أنا بيقدر أخسر وزن وحافظ على وزني اللي عندهم بيقدروا يخسروا أوزان بشكل أسرع واللي عندهم مثلا بدهم يحافظوا كمان بيقدروا يعملوا سبعاتي. تماما. هون مريض المرارة أو وجود التشكل الحصة ممكن يأثر ببعض الأوقات موضوع الآلام ما إلى آلام. قادر الشخص يظل عم يمارس الرياضة؟ أكيد أادر. أكيد. لأنه بحالات مثلا ممكن ما بقى يقدر يتحمل وجههم من التوجه للجراحي. بس طالما هو محمولة بيقدر يمارس حياته ويتأقلم مع هاي الصحة. تماما. أحجام الحصيات ذكرتي قبل شوي أنه على حسب كل شخص وشدة المرض عنده أو شدة عتبة الألم. حجم الحصيات الطبيعية اللي نحن فينا نقول أنه هذا الرينج يلي ما بينخاف منه أنت قادر تسيطر عليه تحت الواحد سانت. تحت الواحد سانت under control. متى ما صار فوق الواحد وطالع مثلا هون بصير صار حجم كبير لازم ندخل جراحيا. وحتى وإن كان ما فيه ألم؟ حتى أكيد. لأنه عم بتعيق العمل هي. لأنه عم بتأثر. يعني هي المرارة كلها حجمها صغير. معنا ما تتحملي أصلا يعني. تماما. بدي أتشكرك ختاما. شكرا لك. شكرا لك. لوجودك معنا لديوم. وأكيد دائما المعلومات بناخدها منك والمعلومات الصحية واتباعها نظام غزائي منك. شكرا لك.